موسيقى هي الأولى من مجموع 46 شاحنة لقافلة المساعدة الإنسانية تدخل معبر الوافدين شمال شرق العاصمة السورية تحديدا بالغوطة الشرقية الوقعة تحت قبضة الجماعة الإرهابية المسلحة في حين يوصل الجيش العربي السوري تحقيقة قدم جديد في عمليته ضد العناصر الإرهابية لما يعرف بتنظيم جبهة النصرة والمجموعات المسلحة التابعة له القافلة التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري جاءت محملة بالمواد الغدائية والطبية بما يكفي لأزيادة من 27 ألف شخص ويأتي دخوله شاحنات المساعدة الإنسانية بعد سماح مسلحية الغوطة الشرقية للمدنيين بالخروج عبر الممر الآمن الذي فتحه الجيش السوري مقابل إدخال المساعدة الإنسانية إليهم من جهة أخرى أفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن وحدة الجيش السوري تمكنت من بسط السيطرة على أكثر من تلوتي مساحة الغوطة التي كانت خاضعة للسيطرة الفصائل والميشيليات المسلحة الموجودة فيها وكان الرئيس السوري بشار الأسد أدأشار في تصريح لبعض وسائل الإعلام أن العملية العسكرية ضد الإرهاب ستستمر بالتوازي مع فتح المجال المدنيين للخروج إلى مناطق الدولة التقدم الذي تم تحقيقه أمس وأول أمس في الغوطة من قبل الجيش العربي السوري تم في ظل هذه الهدنة لذلك كما قلت قبل قليل عندما تحدث عن القرار قل بأن هناك جوانب إيجابية في هذا القرار تسمح بتكريس الحالة الإنسانية وتحقيق الهدف الإنساني وبنفس الوقت تحقيق هدف ضرب الإرهابين لذلك يجب أن نستمر بالعملية بالتوازي مع فتح المجال للمدنيين للخروج إلى مناطق الدولة يذكر أن الجيش السوري تمكن اليوم الإثنين من استعادة السيطرة على الشابية وعدد من القرى المحيطة بها خارج ساعات الهدنة الإنسانية اليومية التي حددتها روسيا لمدة خمسة ساعات